نروح كمان لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اللي النهاردة الصبح شاهدوا وصول منتخب اليابان لمطار القاهرة للمشاركة ضمن ونفسات بطولة العالم لكرة اليد واللي زي ما حضراتكم عارفين هتنطلق في 13 يناير الشهر ده ان شاء الله وسط يعني تطبيق صارم لكافة الإجراءات الطبية والضوابط والاحترازية الموضوع ضمن خط التأمين تنفيذ فعليات ومنافسات بطولة العالم لكرة اليد وشهدت إجراءات وصول منتخب اليابان كل الإجراءات الخاصة بقى بدءا من محاطة الوصول لمطار القاهرة ركوب الحفلات الخاصة بالفريق ان هو ينتقل لأماكن الإقامة دون اختلاط طبعا نهائي ووصل منتخب اليابان يعني بدري شوية عن باقي المنتخبات علشان يقدر يقعد فترة أطول في القاهرة الفترة اللي جاية قبل انطلاق المنافسات وده علشان يقدر يخوض كده ماتشين والديتين أو مباراتين وديتين مع المنتخب المصري ده ضمن الاستعدادات الخاصة بالمنتخبين علشان يخوضوا منافسات كاس العالم لكرة اليد ومن المقرر المنتخب البرازيل ان شاء الله يوصل خلال الأيام اللي جاي علشان برضو يكون فيه مباراتين وديتين مع المنتخب المصري ضمن الاستعادات طبعا لكاس العالم لكرة اليد ودي الحقيقة يعني بطولة مهمة جدا أنها تقام على أرض مصر والحقيقة أنها تقام بالنسخة جديدة يعني هيكون في عدد منتخبات أكتر من قبل كده ومصر قادرة أنها تطلع البطولة بأفضل شكل ممكن وفي مجهودات كبيرة جدا من وزارة الشباب والرياضة وبنتمنى إن شاء الله أنه ما يكونش فيه أي حالات كورونا ويكون الإجراءات الاحترازية وده اللي احنا ننصق فيه فعلا بأكد لحضراتكم هتكون على أكمل وجه وبنتمنى طبعا التوفيق للمنتخب المصري لأن المنافسة صعبة جدا ومنتخبات كتير كانت أبطال لكاس العالم كرة اليد طبعا بتنافس النسخة ديم البطولة وبنتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب المصري